زي ما رأيت في العنوان حاب إنك تقيم لغتك الإنجليزية So without any further ado, let's do what we do, baby ATM machine, وهي بمعنى جهاز الصراف الآلي تسحب منهم دراهم ومزلط ستبوت مثال نقول, is there any ATM machine around here? Is there any ATM machine around here? هل في حولكم هنا جهاز الصراف الآلي? Excuse me, do you know where is the ATM machine? Excuse me, do you know where is the ATM machine? لو سمحت هل انت عارف وين جهاز الصراف الآلي? ها الآن أنا عطيتك جملتين الخطة وين? يلا ها اكتب تحت الآن وين الخطة تشوفها ها لا تنتظن لأن اشرح وتغش يوي لك طيب الخطة طال عمرك هو في كلمة ATM machine ليش خطة؟ تعالوا نفهم وش معنى ATM هذي اختصار لإيش الـ A هي ori merit بعدين عندك T Taylor بعدين M machine يعني الخطة وين الحين انت قاعد تقول machine مرتين يعني يم تقول ATM machine انت قاعد تقول جهاز الصراف الآلي الآلي لو سمحت وين جهاز الصراف الآلي الآلي؟ الكف الكفي خد نتقاوة هذي من الخطاع الشايعة تكفون ركزوا عليها فاشهر جملتين زي ما قلناها قبل شوي اللهم machine منهم كلمة machine لأنه خلاص حرف الـ M اللي في ATM يكفي يكفي والله جهاز الصراف خربان نقول The ATM is out of surface نقول The ATM is out of surface يعني جهاز الصراف خربان قصة قصيرة وهي السبب أساساً في الدرس هذا كله تمام؟ أنا من عاداتي عندما أتكلم جوال إذا الشخص الثاني عندما أتكلمه يعرف إنجليزي يعني انتقطق عرب إنجليزي عرفته شلون يعني النوع اللي إذا دخلت محل بقالة أي شيء فهنا أبدأ أحول عشان لو ما أبغى الناس يعني يفهمونه وش قاعدين يتكلم عنه فهمت الفكرة يعني تأخذ راحتك فالله صار البارح في الليل دخلت محل خضار بشتري يعني أغراضه كذا فكنت أتكلم جوال فجأة أحولت إلى اللغة الإنجليزية وقاعدت أصولف وأنا أنقي يعني اللباخذة أحط في الكيس وفي ناس يعني كلهم وأنا حول الكاشير يعني قاعد أحط 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 فجيت عند الكاشير خلاص بحاسب أنا قاعد أكلم جوال أنا من يفاضي لأحد أنا مستعد الكاشير كذا ناظر فيني وحطيت أنا غراضي في الميزان قال لي تن 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 حسيت أنه متورب قلت تراني ولدكم ابن الحلال ووراك أنت قال ها اللخم باقي ما الصعب أن أتكلم عربي ها إيشلون كيف قال لخمتني يا أخي قلت آسف ليش لخمتني يقول أنا من أول قاعد أقول يا ربي أحيانا كيف أقول لي حاسب شبكة كيف 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 قال كل شي ضاع أصلا ما أعرفها كيف تكفى ومع العمال حقينا واقفين كلهم يدورون منبهرين كذا طالعون فينا أن أتكلم عربي فأي ديد ورأي دو ذا بيست اللي هو أني شرحت لهم أي والله شرحت في محل الخبار أمس في الليل شرحت لهم الفرق مع بين الأي تي ام وأيضا الجهاز يا هذا الشبكة هذا اللي نحصل في المحلات هاش أنت حاسب كلها تشست بالجوال حركات بالمناسبة وش اسمها؟ وهذا كان شرح البارح اسم الجهاز هذا هو بي او اس بي او اس بي او اس لا تنسى تكفى لا تنسى اي تي ام ما هو بالجهاز هذا صرافة في الشارع طيب هل أقول بي او اس ولا أقول بوينت اوف سيل بالمناسبة بوينت اوف سيل هو اختصار لبي او اس أكيد رح تقول بي او اس لأنه اختصار عالمي وثابت في اللغة الانجليزية أمثلة كثيرة وسهلة جيت بحاسب مثلا أقول بي او اس بليز يعني لو سمحت بحاسب تراني بالبطاقة يلا ها بي او اس بليز أما هنا يجي دورك انك تسأل هل عند الجهاز هذا ولا لا يعني بتحاسب شبكة انت هل عندكم جهاز الشبكة؟ دايما نخش في المعضلة هذه اللي هي ها البطاقة قبلت ولا ما قبلت بالانجليز نقول مرحبا بي او اس بليز او تقول أبروفت أبروفت يعني ها مقبولة يس يقولك أبروفت لا والله مرفوضة رح نقول مرفوضة مرفوضة والله انت هنا وش تقول لها تحاول مرة ثانية والله يجربها وما اشتغلت تقول لها تحاول بطاقة ثانية يعني عارف ناس ما شاء الله عندهم كذبة طائق ما شاء الله ما شاء الله لكم يا رب عنا واحدة ويا الله حتى الاسم ممسوع درس بسيط زي هذا معلومات جدا جدا بسيطة ممكن ندخلك في جدال لو ما انت عارفها وانا حب اسوي شي صراحة اذا حسبت بالPoS خلاص طورت الحين انتم PoS اذا حسبت بجهاز الشبكة احب دايما انكت شوي يعني فاقول لها مثلا Keep the change يعني خلل باقي لك كيف ما يقدر الحساب مية مية سحب Keep the change وابتسمرون فتصنع يومه يعني بشي حلو جميل او اعطى اعطى يا بخين رمضان جاء عطوهم سلام